اشترط عدد من مصدري الماشية تتيبات محددة وذلك لانفاذ خطة وزارة الثروة الحيوانية لتصدير سبعة ملايين رأس من الماشية في العام الجديد الفين وتسعة عشر وطالب المصدرون بحل حالة مشكلات الصادر في سد ثغرات طرق الدفع وارجاع حصائل الصادر والحد من الممارسات السالبة في السجلات التجارية وازالة المعاوقات الادارية وزيادة الرسوم والجبايات وتأهيل البنى التحتية والداعمة لانسياب الصادر وتنفيذ الخطط الموضوعة وفي السياق تسعى الدولة لتنفيذ خارطة طريق لتنمية الثروة الحيوانية للأسواق العالمية وإيقاف صادرات اللحوم الحية تدريجيا لتطوير عمليات الصادر المنتجة بقيمة مضافة تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير سبعة ملايين رأس من الماشية هو الرقم الذي حددته وزارة الثروة الحيوانية لصادر الثروة الحيوانية في العام الفين وتسعة عشر الرقم يبدو طموحا ومعقولا بالنظر للثروات الهائلة التي يحوزها السودان في هذا المجال إلا أن مهتمين وعاملين في صادر الثروة الحيوانية استبعدوا إمكانية تحقيق هذا الربط لأسباب تتعلق بالأوضاع الاقتصادية خاصة مشكلة شح السيولة وصعوبة شراء المواشي كما أن هناك مشكلات متعلقة بالمواعين الاستيعابية والترحيل وارتفاع أسعار المواشي وتكلفة الصادر وظل صادر الثروة الحيوانية يعاني من مشكلات متعلقة بالسياسات والقوانين المنظمة بجانب تضارب السلطات ما يؤدي في كثير من الأحيان لاضطراب كبير وعدم استقرار في السوق المحلي نتيجة لتدخل الوسطاء والسماسرة في ظل غياب التدابير اللازمة لإيقاف الفوضى العارمة التي أضرت بالقطاع خاصة ممارسة بعض الشركات والأشخاص الذين يتعاملون في صادر الثروة الحيوانية المصدرون دائما ما يشكون من المضاربات التي يتعرض لها السوق المحلي الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواشي ما يضعف القدرة التنافسية لصادر الثروة الحيوانية بسبب الأسعار رغم ميزاته التفضلية الأخرى والمرغوبة عالميا فضلا عن سلسلة إجراءات الصادر وانسياب التمويل للمصدرين بجانب المشكلات المتعلقة بالشحن والنقل البري فكيف يمكن أن يستعيد السودان موقعه الطبيعي في صادر الثروة الحيوانية في ظل العديد من التحديات الداخلية المتصلة بالإجراءات والرقابة أما من حيث الإمكانات في مجال الثروة الحيوانية فلا يبدو أن هناك مشكلة حيث تقدر موارده في هذا القطع بأكثر من 104 ملايين رأس من الماشية تشمل 29 مليون و800 ألف من الأبقار الحية ومن الضان 39 مليون و400 ألف و30 مليون و800 ألف من الماعز ومن الإبل نحو 4 ملايين و700 ألف رأس وفقا لإحصائيات العام 2012 لكن هذه الثروات الهائلة عادة ما تغرق في شبر الإجراءات والسياسات الخاطئة نرحب بالبروفيسور عبد الناصر محمد عميد كلية الإنتاج الحيواني بجامعة الخرطوم بداية أهلا ومرحبا بك بروفيسور عبد الناصر ما زالت هذه هي مشكلتنا هنا في السودان عدم وجود استراتيجيات واضحة للاستفادة من الثروات الهائلة الموجودة في السودان نمتلك ثروة حيوانية كبيرة وموارد حيوانية ضخمة جدا ولكن إلى الآن ما زال إسهامها في الناتج القومي ضعيف جدا بروفيسور برأيك ما هي العقبات التي تقف الآن في وجه أن يستفيد السودان من الثروة الحيوانية الكبيرة الموجودة فيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله العمين حقيقة يمكن واحد من الإشكارات الكبيرة جدا واحد من السؤال محير تحقيق الكل إذا مسكنا مثلا دولة زي البرازيل البرازيل فقط هي بالنسبة للحوم نحن نتكلم عن اللحوم الحمراء في لحمة الأبقار صدرت حوالي خمسة مليار دولار منا حوالي مليار دولار لسبح تاشر دولة عربية ونحن الأغرب فحقيقة الغيطاء السرر الحيوانية يواجه بإشكالات كبيرة جدا إشكالات هيكلية وبنيوية فإذا مسكنا السياسات نجد السياسات فيها حقيقة خلل خبير جدا إذا مسكنا واحد من الداعم الرئيس وهو دائما بالدينية أنا ميزة تفضيلية أورغانيك برودكشن منتج عضوي بالإضافة إلى قلة تكاليف الإنتاج وهي المراعي المراعي تشكو مر الشكو حقيقة يعني ما في أي إمكان الإشكالية عدم الخطط الواضحة إذا تكلمنا إن دائما الاستراتيجية بتكون زي ما بقولوا الوانبليتي يعني دائما إذا كان عندك سياسة سياسة اللاعب الواحد اللاعب الواحد مهما كان حريف مهما أعتقد أنه سيعمل أي حاجة فعندنا حقيقة إشكالية يعني ما هي فرقة الإنتاج يعني المصدرون أو مصدري الماشية وضعوا اشتراطات لتنفيذ رغبة أو تنفيذ يعني خطة وزارة الثروة الحيوانية بالتصدير أكثر من سبعة ملايين رأس الآن مصدرون الماشية يتحدثون عن سد ثقرات أو ثقرات طرق الدفع كيفية إرجاع حصائل الصادر الحد من الممارسات السالبة في السجلات التجارية إزالة المعويقات الإدارية وزيادة الرسوم الجبايات وتأهيل البنى التحتية أيضا لتسهيل انسياب الثروة الحيوانية عديد من المشاكل تواجه الآن قطاع الثروة الحيوانية يعني كيف يمكن أن نجد حل جذري أو حل دعنا نقول قصير المدى للاستفادة من العام المقبل في صادرة الثروة الحيوانية بالنسبة للعام المقبل الأمر يكون هو أكثر سهولة إذا تضافرت الجهود يعني هو رغم حقيقة كبير لكن دائما الإشكالية مع ما هو المزألة الآنية أو السنة الغادي نحن نتكلم عن سروة يمكن أنها تكون عماد بلد في دول كثيرة جدا سنويا حوالي 5 إلى 6 مليار دولار من صادر واحد البرازيل فقط من اللحوم هي نفس المزألة نحن لما نتكلم عن سنة واحدة نعتقد أن هذه هي تبسيط خاصة المشكلة نحن دائرين أنه يكون في استراتيجة واضحة هذه الاستراتيجة يفترض تستصحب كل زوي المصلحة نحن لما نتكلم عن زوي المصلحة يعني ما هي فقط وزارة السروة الحيوانية لا وزارة التجارة معها البنت تحتيها معها بالنسبة للمصدرين شريك أساسي حتى بالنسبة للرعاة لأنه تستحب من أين فعندنا حقيقة إشكالات كبيرة جدا هذه الإشكالات يفرض أن الناس يقعدوا الناس يدعملوا بالمزألة بتاع التيم بلاير وليس اللاعب الواحد أنا أعتقد في إشكالية حقيقية فلا يمكن أن تتكلم عن صادر وإذا البنى التحتية بتاعتك هي صعبة خالص فإذا مسكنا مثلا ترحيل هذه الماشية بتواجهه مشاكل وحاجات كبيرة جدا يمكن عندنا دراسة أنه كثير من الفد في الوزن أو النفوق بيجي نتيجة من ترحيل هذه الحيوانات من مناطق الإنتاج وهي بصورة أساسية في غرب البلاد حتى مناطق الخارج أو التصدير هي في بورسودان فحقيقة في واحد من الإشكالات حتى بالنسبة للسياسات الواضحة نحن نتكلم عن سياسات بتاعت تنمية مراعي حيواناتنا دي بصورة كبيرة جدا أكثر من 8 إلى 90% تحتميت بصورة أساسية على المرعة والمرعة يشكو مر الشكوة حقيقة يمكن عدم موجود السياسات الواضحة وعدم إشراك المختصين أنا هنا أنا أو زوي الشان أنا لما أتكلم عن زوي الشان ما أتكلم فقط عن الوزارة لكن أتكلم حتى عن الراعي البسيط وهو العماد والأساس وأنا بأخذ منه السحوبات لا يمكن أن أستبعد المصدرين لأنهم هم الجزء الأساسي باقي العملية حتى بالنسبة لأننا يمكن أن نرى أنه من المجحف تصدر حيوان حي في الدنيا كلها ما تحصل هذه مشكلة كبيرة تواجه أيضا صادات الثروة الحيوانية بروف عبد الناصر أيضا يعني نريد أن نتحدث عن جانب آخر يميل للتخصصية أكثر حجم الإنتاج الحالي هو يعني ليس بالحجم الكبير مقارنة بالثروة الحيوانية التي يمتلكها السودان كيف من الممكن أن نزيد من حجم الإنتاج الحالي وأيضا كيف يمكن أن نضع خطط للحفاظ على السلالات الممتازة من ثروتنا الحيوانية وكما يعلم أن هناك مشكلة في تسرب هذه السلالات إلى الخارج حقيقة هي سؤال مهم جدا لأن حقيقة يمكن أن نحن عندنا أفضل للسلالات الموجودة عندنا نعم المزألة زي ما قلنا هنا هي قبل مزألة السياسات إنت بتطلب من الثروة الحيوانية إنت تديك بدون إنت ما تديك فإذا مسكنا مثلا الجانب الأساسي هو جانب بداعة غزاء الحيوان فغزاء الحيوان إذا كان قلنا ليه عندنا الأربعين مليون مثلا بداعة الأضان نحن ما قادرين نوصل أرغام أكثر من كده عندنا المقدرين نوصل لكن نوصل كيف إذا كان الرعاة بمارس عملية الكنان وهي منع الحيوان إنه يتناسل خارج نطاق الخريف وإلا حيبكي تفقد كبير خالص فدي واحدة من الإشكالات البسيطة جدا تاهيل المراعي وتاهيل المراعي وتاهيل المراعي وتاهيل المراعي المزألة بتاعت توفير المياه من خلال السدود والحفاير بالإضافة إلى جماعة الترغياء بتاعتها المزألة بتاعت التراديشن أو التغليدية في الإنتاج فلا يمكن إن التتة تمارس إنه حيوان في الصيف في الشتاء في الخريف يكسب وزن عالي جدا يجي الصيف يضغط ما كسبوا يعني فيه أشياء بسيطة جدا لازم نغير الإسلوب بتاع الإنتاج ففي الدنيا دي كلها بيتم ما يُعربي التغذية التكميلية ودي بتمارس في كثير من الدول لكن دي بتطلب بلنا قبل إنه الجهود تضافر فمثلاً ليش إنه والله ما يقول المصدرين يكون عندهم مراعي أي حواكير رعوية كبيرة يكون فيها حوالي ما بين 200 إلى 300 ألف راس مثلاً من الضان أو 20 ألف راس من الأبقار هي يتم لها المرعة يتم توفير التغذية التكميلية يكون في مياه بيصورة كويسة وبهذه النقطة صبحت واضحة بروف سؤال خير الآن الحكومة أعلنت عن زيادة أو زيادة صادرات الثروة الحيوانية وهناك أيضاً من جهة أخرى رغبة كبيرة في الأسواق العالمية لاستيراد الثروة الحيوانية السودانية في 30 ثانية باختصار عفواً بروف كيف يمكن أن نستفيد في السودان من هذه المعادلة؟ هي الاستدامة هذه المعادلة الأساسية إنه إذا كان نحن ما قادرين يعني هم طالبين السنة دي لكن إذا ما قدرنا نحفرنا لهم بيصورة رادبة ومنتظمة فهي بتبقى الإشكالية الإشكالية إنه السياسات الداعمة للإنتاج من سياسات ومن مواعين وطرحيل تحسين للمراعي أنا أعتقد إنه المزالة هي ستكون فقط زي ما بقولوا سنة واحدة وترجح ريمة لعادة القديمة دي حقيقة إشكالية إنه السنة والسنة الجاية نحن بكتسوق برضو شكرا جزيلا بروفسور عبد الناصر محمد عميد كلية الإنتاج الحيواني بجامعة الخرطوم الآن وعقب الفاصل المشاهدين الكرام إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية الإقليمية والعالمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة